ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الامريكية صباح اليوم اجتماع مجلس مناء الجامعة ورحب السمو في بداية الاجتماع الذي عقد في مقر الجامعة بالحضور مشيدا بجهود المجلس في الاهتمام بكافة شؤون الجامعة وبرامجها الأكاديمية وتطورها في مختلف المجالات العلمية والإدارية وبالمستويات العالمية التي وصلت اليها الجامعة كأحدى مؤسسات التعليم المتميزة والرائدة على مستوى المنطقة واطلع صاحب السمو رئيس الجامعة الامريكية بالشارقة خلال الاجتماع على عدد من انجازات الجامعة في المجالات المختلفة واعتمد سموه عددا من القرارات التي تدعم تقدم وتطور الجامعة وتلبي احتياجاتها واعتمد المجلس تطبيق السياسة الملكية الفكرية الجديدة في الجامعة وتحديث بعض السياسات الإدارية إلى جانب اعتماد منح لقب أستاذ فخري للدكتور ياس الخفاجي ودكتور باس الحاتم عضوي هيئة التدريس بالجامعة وفي سياق المتصل افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الامريكية صباح اليوم مختبرات الكيمياء والاحياء الجديدة في الجامعة الامريكية بالشارقة وتجول سموه في أروقة المختبرات مستمعا إلى شرح تفصيلي حول أبرز التحديثات في المختبرات العلمية وما تضمه من مرافق واجهزة ووسائل تعليمية حديثة تسهم في تطوير العملية التدريسية والعلمية وتتكون المختبرات من معامل تدريسية تمكن الطلبة من ممارسة التجارب العلمية المختلفة كما تضم معامل بحثية لإجراء البحوث الحديثة لعضاء هيئة التدريس ومشاركة الطلبة المتميزين وتضم المختبرات أحدث الأجهزة العلمية عالية الدقة في تحضير وتجهيز العينات الكيميائية والتحليل الجيني والتحليل الكيميائي وتحليل العينات والكشف المجهري عن الأحياء الدقيقة والخلايا السرطانية وغيرها كما تتيح المختبرات تطوير الأبحاث العلمية المشتركة بين مختلف التخصصات مما يجعل من الجامعة مركزا بحثيا وعلميا متقدما يوفر الفرصة لتأهيل أفضل الكوادر وتتمتع المختبرات العلمية بكافة مواصفات وأجراءات الأمن والسلامة العالمية